محمود بن السعودية سأل أنه تخرج من الثانوية لم يجد الآن فرصة للقبول في الجامعات إذاً يدرس في جامعة خارج البلد أو البلاد وجد جامعة مختلطة للنساء مع الرجال وأيضاً أسلوب التدريس طبعاً يختلف في ذلك يسأل عن هذا التصرف أنصح أخي بأن لا يذهب لأن الذهاب في مثل هذه الحال ليس ضرورة ولا حاجة ملحة ولا سيما أنه يوجد من البدائل الموجودة في البلاد الإسلامية بل في البلاد التي هي بلادنا البدائل لا يمكن أن يحصل منه علماً وينهل منه معرفة لكن إذا لم يجد هنا فليبحث عن دراسات سليمة ليس فيها اختلاط لأن أمر الاختلاط تعريض للنفس لشر كبير وخطر عظيم ينبغي للمؤمن إذا كان يمكنه أن يتوقع مثل هذا أن يبعد عنه وأن يتوقاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا مسألة ليست سهلة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت من حديث سامة ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء فينبغي لأخي ولا سيما وهو في سن الشباب وفور القوة وقد تكون فور الشهوة أيضاً أن لا يوقع نفسه في مثل هذه الأمور يبحث عن بدائل أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقهم من حيث لا يحتسب